خب الشباب لكورة تلستالة هنا تحديدا تحت 19 سنة وحيكون منافسات بطولة كاس العالم في الماجر هتكون من فترة الـ 24 لغاية 2 5-24 يونيو لـ 2 عفوا إزاي خمسة طب إزاي خمسة قولي ست بيمشي والله ييمشي قولي سبعة لو ضغطنا عليه يمشي خمسة للا القرعة مفروض وضعت مصر فيه يعني المجموعة التالتة مع منتخبات عندك سربيا واليابان والبرازيل والبرازيل هي المؤلاء الشواء طبعا منتخب البرازيل يعني منتخب تقيل جدا على كل حال هيفتتح منتخب مصر مبارياته هيكون يوم 24 ستة هيكون أمام سربيا وبعد كده هتلتقي اليابان في اليوم التالي وهيختتم المنتخب مباراته في مرحلة المجموعات بلقاء البرازيل وده زي ما كنت بقول لحضراتكم من أقوى هتكون المباريات يعني يوم 27 ستة تحديدا فكل التوفيق إن شاء الله وخليني بردو أبقى قبل ما أقفل أو أختتم هذا الخبر إنا عايزين نوضح نظام البطولة اللي المفروض بيؤهل كل الفرق المشاركة بمرحلة المجموعات لدور بقى الستاشر وحيلعب أول المجموعة الثالثة مع رابع أو رابع الرابعة يعني بتقل كده أو بتتقسم كده وتاني المجموعة الثالثة مع ثالث الرابعة والثالث مع الثاني والرابع مع الأول فيعني هي تأسيمات طبعا اللي فاهم في الرياضة دي تحديدا وقوانين بتاعة كورت السلة تحديدا وخليني بردو أقول لحضراتكم يعني في الأول وفي الأخر المجموعة الرابعة هيدم منتخبات بردو مش سهلة أبدا وقوية جدا عندك الأرجنتين وعندك كوريا الجنوبية وتركيا والبلد طبعا اللي بتكون مضيفة هي المجر منافسة قوية جدا بطولة تقيلة جدا ونتمنى أكيد التوفيق بجلالي منتخب مصر يعني أنا مش الآن أول ثلاث مطشات زي أن كنت بتكلم بس يعني إن شاء الله نختتم